السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحب الوطن وضرب أروع الأمثلة في الوطنية الحال نبي صلى الله عليه وسلم قال قولته للخالدة لوطنه مكة حينما هاجر منها إلى المدينة أو حينما أخرج منها إلى المدينة قال قولة خالدة قال والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مسر رائع الحقيقة في الوطنية وحبه البلده إحنا كمان لازم نتأسى بالله وسلم ونحب بلدنا قوي ونحب وطننا قوي علشان نبقى بنقادمين بجد ما ننصعش ورأى أي شائعات ورأى أي كلام مغرض هدفه هدم هذا الوطن علشان مصر أم الدنيا واتفضل أم الدنيا خليوني مشاهدينا في البداية طبعا أتكلم النهاردة مع شخصية وإنسان ضيف النهاردة رجل مميز رجل من طراز مختلف رجل حب الناس علشان هو فعل الإنسان قبل أن ينتوي للترشح لمجلس نواب 2020 كان بيتفعل مع الناس وكان بيتحرك وكان بيععد ويعمل لقاءات متعددة مع فئات أيضا متعددة كانوا مدرسين كانوا مزارعين كانوا صناعة كان أيا كان تخصصهم كان حابب وحريص أنه هو يبقى موجود معاهم في كل مكان ويحل مشاكلهم ضيف حلقتنا النهاردة كان ليه بصمات واضحة قوي فيه ظرف من أدق وأصعب وأكثر الظروف حساسية وهي ظرف فيروس كورونا اللي عاشوا لعالم كله كانت ظروف صعبة كان ليه بصماته الواضحة وفي مرحلة من أهم المراحل ضيف حلقتنا النهاردة عشان ما طورش في المقدمة ومنورني النهار في السوديو الأستاذ مرشح مجلس نواب عشرين عشرين أستاذ أحمد فتحي شعبان برحب عاك أحمد بيت أهلا وسهلا يا صاحب مصطفى اللي أول نقول سلام عليكم عليكم السلام ونقول صباح الخير لأستاذ المشاهدين أهلا وسهلا وصباح الخير لدائرة الكرام لمصر كلها ثم دائرة بالأخص نعم أولا أشكرك على المقدمة الجميلة دي شكرا وأشكر الانتاج والقناة المحترمة شكرا إن أنا وقود معكم اليوم شكرا أحمد فتحي محمود حسن شعبان وشهرته أحمد فتحي شعبان خريج تربية رضية دفعة 2002 اشتغلت في جريدة الوسيط ثم دلوقتي عند شركة أنظمة أمنية اسمها سيكلة صلاة الأنظمة الأمنية كويس أولا صوز أحمد حاكم شرفه النهاردة علشان تحقق للمشاهد الإجابة الشافية لمجموعة التساؤلات خليني في البداية كده لأ أول هعتبرك ناخب تسمح لي ما تكونش مزيع وتكون ناخب بعد إذن حضرت حاضر يعني حضرتك اسألني كإن حضرتك أنت الناخب بالضبط كده أنا هعمل كده وأنا في موقع الناخب المواطن الذي لديه بعض الرؤى والمشكلات التي يريدوا أن يطرحها على حضرتك كنائب صوز أحمد خلينا أسأل حك إيه السبب اللي خلاك تنتوي أو تقدم أو تقبل على هذه الخطوة شوف يا فرد أي شخص فينا في الأول بيبدأ حياته إن هو يكون مستقبله الأول كويس لأنك إنت لو ما فيش عندك مستقبل مش هتقدر تكون مستقبل الآخرين ده صحيح فأنا الحمد لله ربنا وفاني سبحانه وتعالى إن أنا قادر تكون مستقبلي في فترة وجيزة من الزمن طبعا بالاجتهاد أنا كنت بشتغل وقت طويل جدا علشان أقدر أفرغ وقت اللي أنا أعرف إن الشغل هيكون فترة الشباب أكتر بعد ما تقدم في العمر هيكون الشغل اللي عندي ده الطبيعي المجهود بيقل عند الشخص كويس فأنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وأنا اقتنعت باللي عندي مش معنى إن أنا عندي مال كتير قوي لأ أنا أصبحت قموع باللي عندي إذا كان مال كتير أو لاي لأ أنا أصبحت قموع جي الوقت إن أنا وطني له حق علي دايرتي لها حق علي كويس منطقتي لها حق علي طب الوقت ده يمكن أنا قلت النفسي ربنا سبحانه وتعالى هديني الصحة إن أنا قدر أشتغل لخدمة الناس فأنا قدرت صحتي إن شاء الله إن شاء الله للدائرة وللناس وأولادي أمنتهم الأول طبعا وجدت ساعتك في إن أنت تقبل على هذه الخطوة تبقى مرشح مجلس مواب وإن شاء الله هتبقى نائك إن شاء الله بتجد سعادة في دا يعني بتجد يعني سعادة في أنت تخدم الناس وتعلم مع الناس ما تتضيقش ما تتعلمش وتعمل لقاءات أنا طبعا يمكن عرفت الكلام دا من الحلقة اللي فاتت طبعا ولقائي بحضرتك حتى قبل هوا أنت بتقول لي وردتني فيديوهات كتير قوي بتقول لي بقعب مع الناس كل يوم وبحل مشاكل وبشوف المشكلات اللي ممكن تتحل حتى لو ما بقتش في البرلمان شوف اللي عايز يحلها هيحاول يحلها يا أستاذ مصطفى أنا هاخد إن شاء الله أنا كنائب علشان نقدر أزود خدماتي مش أكتر لكن أنا مستمر الخدماتي على قد إمكانياتي دلوقتي هي المشكلة كلها يعني أنا ما بدأت بدأت لخدمة الناس لأن حب الناس دا كنز كويس قوي أنا فكرتي الأساسية حب الناس وحب الناس هيجي عن طريق خدماتي ليهم إن شاء الله أنا خدت خطوات كتير جدا أنا تقريبا تقريبا رحت لكل بيت كل بيت مش قريتي بجيش في يوم تقول أكد أجازة ما روحش لا 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 أنا رحت لكل بيت أنا عامل جدول ماشي بيت بروح لكل بيت دا كان بيحصل قبل حتى الفترة دي قبل الفترة دي قبل الفترة وبدأت عيدها تاني وعلى فكرة في الكورونا برضو أنا كنت شغال مع الشباب أنا بنلف كل البيوت وكل المنطقة مش على قد منطقتي أو على قد قريتي أو على قد مركزي طيب خليني أستوقفك بقى عند فترة ظرف كورونا الصعبة دا كنت تتحرك وتشتغل وبتحاول تنهب بقى بالمجتمع إجراءات احترازية ووقائية وإلى آخر عملت إيه في الفترة دي في الفترة دي أنا تقريبا كنت بمش 12 كيلو في اليوم يا سيد مستحر بتعمل إيه بقى في القرية والأورة المدورة والمركز طبعا كان معنا مجموعة من الشباب شباب محترم كنا بنعمل وعي للناس الأول حوالي تقريبا 45 يوم ولقيت إن الناس عندها استقبال لهذا الوعي أو لهذه الرسائل التوعوية هي طبعا هي الناس مستقبلة دا ولا شايف الموضوع لا لا بالعقل فيش كورونا بقى موضوع الزائل لا بيش حاجة لا هو الموضوع في الأول كان فيه ألة كبير كان فيه ألة كبير جدا عند الشعب ولذلك الناس كان بتستقبل أي تعلمات لها أو أي وعي بحب تمام تمام ويمكن حتى مجودة حاكة الواضحة في الفترة دي دلوقتي معنا على الشاشة يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الظرف ده تفضل تمام فإحنا اشتغلنا احنا اشتغلنا عمالة نظام جدول بدأت أشتغل كرة تلوى التانية تلوى السلوى لحد ما انتهينا للفترة كبيرة جدا وعدد كبير جدا من الكرة والمركز كمان أو المدينة مش شرط الكرة بس والنجوع فيه بعض العزب يعني دي الكلام ده هتكلم عليه برضو في الخدمات اللي احنا هنحتاجها طب كم قرية تقريبا في الدائرة بتاعتك انت بتروحها او روحتها فعلا يعني اللي انا روحتها فعلا حوالي 35 قرية 35 بس فيه طبعا فيه كرة تانية ما قدرتش اروحها المدة الزمنية ما سمحت ليش بس هتروح لا هتروح لا ما انا بدأت اروح بس اصدي في التعقيم يعني نصف حتعمل حاجة زي بلان طبعا طبعا خريطة اشغل بيها يعني النهاردة مثلا قرية كذا بكرة طبعا طبعا وعمل احصائية لكل قرية فيها كم قصرة كم بيت وكم فرض وكم صوت وكل شيء حس بسعادة بدا جدا لو تعمل ايه نوع من حاجات كتير جدا بأمر الله انا شاف في عينك على فكرة طاقة ايجابية انا باستقبلها دلوقت انا الاول عملت دراسة للمشاكل بتاعت الكل تمام والمدينة برضو المركز عندنا يعني على سبيل المثال وليس الحصر عندنا مثلا قرية برهانتوش دي اقرب قرية ليا قرية ايه برهانتوش دي قرية يحتبر جاملة كويس عندنا المستشفى في قفر العينية اللي هي تابعة لبرهانتوش دي قرية اخرى اه هي احتبر هما الاتنين مشتركين في المستشفى دي كويس حوالي خمس سنين خمس فددين تمام للأسف اصبحت وحدة صحية في الحين ان احنا نقدر نعملها مستشفى مركزي تمام يعني انا بعاني انا كشخصيا انا شخصيا بعاني بعاني انا يكون عندي حالة طرقة واخدها واروح للمدينة مدينة بقى في السنين حوالي اوه اتحاول 12 كيلو الطريق مفيش انارة الطرق غير ممهادة مانا لسه اتحلمك المشكلات دي اه فالحالة لو فيها مشكلة بتعاني اكتر يعني افترضنا ان هو جاله جلطة مثلا لا افقدر الله انت محتاج وقت قليل عشان تكون موجود في التوري طبع طبع انا هروح ازاي وانا فيه مستشفى عندي متفكر تعمل ده تحول الوحدة الصحية المستشفى جميلة هي المكان موجود والمبنى موجود وده لو حصل فانا هتكبر وكاتت موجودة على فكرة في سنة 63 و سنة 67 و 73 يعني كاتت موجودة وكاتت شغالة تمام وكاتت بتستقبل حالات طب يا ترى مساحتها والجناب مساحتها تكفي والمبنى يكفي تمام اه تمام واخسارة اصلا انا مستخسارها بمبصراحة يعني فده هيكون لو بتعمل ده في الخطة لو بتناقش حاك ملف الصحة طبعا انا هتناقش كل حاجة لوحدها هتناقش الزراعة هتناقش الصحة هتناقش التعليم طبعا هتناقش الشباب الرياضة يعني ده نموذج كالصحة دي قرية فيه طبعا قرية جنبي تانية فيها ارض فدنين كارية كفروق فيها حوالي فدنين تبع فدنين هم ارض مساحة كبيرة جدا وغير مستغلة هتعمل في ايه دي من اعملها مساكن للشباب من عندي مشاكل دلوقتي من عندي مشاكل الشاب مسلا قاعد مع والده اولا احنا مش عايزين نزيل على الرقعة الزراعية انا اناقابني في الرقعة زراعية ثانيا المباني فيه تصريح معينة للشوارع عشان الشوارع بايا من عندي مساكن للشباب في القرية definitely دا نموذج يعني نموذج لقرية وعندنا برضو في القرية نفس القصة عندنا مساحة ارض جبيرة انا ساكن شعبي فيه كرة تانية انا اول مبارح كنت في حوالي اربع عزب او خمسة ما فيش فيهم اي خدمات نفسهم في حاجة واحدة بس مدرسة مدرسة بتبقي ايه ما فيهش مدرسة؟ الاتريبي اسمها عزبة الاتريبي وعزبة شعيب عزب احتبر اهلنا انا حاك روحت بنفسك وشفت وشفت وقعدت مع الاهالي كمان ونقشتهم في مشكلات البيدي مشكلة اقول مدرسة دي اهم شوف يقولك التلميذ الصغير بيركب مسافة كبيرة وانا هما الاربع عزب عايزين مدرسة يعني مش قالوا كل عزبة عشان عادة في السكان اللي فيها يعني حاجة ذكرت من شوية فيه ما اتعلق بملف الصحة قلت مهم قوي ومضم خط حكا انك تعمل مستشفى في المكان ده ان شاء الله قويس قوي بالنسبة لملف التعليم بكويس برضو اشرت ان فيه مشكلة في وجود مدرسة قريبة من قرى معينة انا اتطالق التلميذ الصغير طفله صغير لسه بيروح مسافات كبيرة الصبح والده باضطر يوديه ده دي نمازج على فكرة احنا هنتكلم عن الدائرة كاملة من اقصاها لاغربها يعني من الشمال من اقصى شمال التميل ل اقصى جنوب السن باللوين كلها بلدي انا باتكلمش على قرية معينها بس انا بجيب لحضرتك نمازج فقط لغيره يعني عندنا مثلا برضو في قرية العزاوي برضو نفس المشكلة عايزين بس مبنى عايزين يزواجه طابق في المدرسة بتاعته طابق واحد بس لان فيه تكدس في الطلاب برضو مش قادرين يعملوه ففي مشاكل كتير جدا فيه مشاكل فيه عزب عزبة الحميد في بوراميد برضو ده دي نمازج على فكرة من ضمن المشاكل اللي انا شفتها محتاجة صرف صحي محتاجة طريق ممهد لان العزبة الطريق غير ممهد طريق طرابة طريق الأدية علشان يروح بوراميد مسافة ما بينه لو برضو فيه عنده مريض وما فيش امن لان ما فيش انارة عالطريق وما فيش الخدمات الكافية طيب هي مشاكلنا كلها واحدة خليني يعني في ظل بقى يعني اهتمام القيالة السياسية بتاعتنا الرشيدة ودي حقيقة عشان حتى المشاكل مولوش بقى انت بالجامل القيالة السياسية بتاعتنا الرشيدة بس احنا محتاجين نتعاون محتاجين نفهم شوية في ظل هذه محتاجين نوصل لهم المشاكل تمام تمام في ظل يعني اهتمام القيالة السياسية بتاعتنا بالشباب اهتمامهم بالشباب وتوفير جو مريح او جو من الحرية والديمقراطية وانت توصل صوتك بما ان حك من الشباب هلل أحس ان الشباب من خلال لقاءتك ومن خلال جوالاتك في قرى عديدة في مركز اسمبلهوين ومحفظ الاهلية ومنصورة هل شوف حكي ان الشباب عنده الطاقة الإيجابية دي أو عنده الاستعداد انه يتعاون مع حضرتك أو نقدم حاجة لقررته الشباب فعلا بدأنا بدأنا سواء من مجموعة كبيرة من شباب من كرة مختلفة بس هي أكبر مشكلة عندهم يعني احنا دلوقتي احنا هنتكلم عن مراكز وعن الكرة مش عن الكرة فقط لدينا يعني احنا ما عندناش هنقول 50% أو 40% من الكرة ما فيش فيها ملاعب فيش ملاعب فيش فيها ملاعب أساسا لا تخشش حضرتك طبعا انا بتكلم على الشباب يعني فيش فيها ملاعب تب فيش فيها ملاعب تب الشاب هتطلع تقطو فيه ايوا هتطلع تقطو فيه اخليه بأي اصغر بالليل ويقعد مع الشباب والصحبة ولا خليه اجيب له حاجة طلع فيها تقطو فيه صح وتبقى حاجة مفيدة وحاجة مفيدة ضموا مراكز الشباب كتير جدا لمراكز تانية عشان انت ما عندكش ملعب طب ما هاتلي ملعب تمام هاتلي ملعب لكل قرية المفروض كل قرية يكون فيها كل الخدمات للشباب لانا يكون موجود عنده مركز الشباب مركز الشباب كامل بكل انشطته بكل الانشطة بتاعته يكون موجود الملعب كمان علشان الشباب يفرق تقطو فيه كرة فيها ملاعب لا احنا بنقول نماذج برضو من بعض المشاكل يعني قريتي فيش فيها مثلا ملعب بايس مثال من ضمن الامثل فاحنا بنتكلم عن الشباب الشباب هم عمود الامة صح واحنا اصلا مصر احنا من اكبر الدول بالشباب يعني اكتر الدول اعدادا بسكان الكتلة السكانية فيها شباب هي مصر في العالم على فكرة كبير فالشباب نسبت بيلا جدا من عمودة وعنده طاقة وبحب بلده تماما استغله استغله اهو بحب بلده اساسا اريحه اسمع له اشوف الرأي والرأي الاخر بتعمل ده فعلا وبعمل ده فعلا كل يوم فيه على فكرة كل يوم فيه بلاد مختلفة ده دخلنا اجي معك باقى لا انا انت اتشرفني طبعا اتشرفني طبعا في بلاد مختلفة على فكرة الشباب محتاج قوي حد يسمعه حد يحتويه حد يفهمه لان ليه رؤية اكيد يعني طبعا وحابب بلده اكيد ما فيه الشك يعني وعندهم على فكرة الشباب الشباب متفتح دلوقتي متفتح جدا ينطلع على كل السياسات على كل الثقافات في العالم انا هو واحد في بيته وعارف ثقافة الخليج وثقافة اوروبا وثقافة افريقيا يقدر يفيدني وانا استفاد من طاقته شف حكة يا حبيب بعيدا بقى عن بناء المجتمع ونهوب المجتمع وان الشباب هم الاداة الحقيقية لنهوب المجتمع انا وجهة نظري ان علشان ننهب المجتمع لازم نقدم رسالات او رسائل توعوية للشباب علشان ما ينجرفش لشائعات موردة علشان يبقى فاهم ان وجوده في بلده ووطن ومصر امر مهم علشان يبقى فاهم ان النائب احمد فاتحي ناجح ولازم يكون هو كمان ناجح بتعمل ايه بقى مع الشباب عشان تواجه هذه الرسائل التوعوية عشان يبقى حبيب وطنه اول الشباب كان عايز حد يحتمل كان عايز حد يسمع له كان عايز يحس ان صوته فعلا هيوصل هو طبعا السادة النواب اللي موجودين هي الدائرة عارفة اذا كان اشتغل او ما اشتغلوش بس انا اتكلم عن نفسي انا اتفضل انا اتكلم عن نفسي انا انت لازم تكون قريب من كل انا من الشباب طبعا بس مش معنا من الشباب ما نشعارف كل الطواف التانية انا راجل فلاح على فكرة ايوه قبل ما سافر الخليج وقبل ما نكون راجل اعمال والقصة دي انا راجل فلاح يعني عارف مشاكل الفلاح كمان ايوه بس انا الحتة دي مهمة جدا واتهمني ازاي هزرع دورة وانا ما عنديش مكان اصدره فيه يعني احنا عندنا جلوقتي مشاكل الفلاح الفلاح بيعاني جدا عادة تركز معها لحتة دي كل حد من مزارعين بيسمعها دلوقتي استاذ احمد فتحي هيوجه دلوقتي هذه الكلمات وهذه الرسائل للمزارعين وللقياد السياسي تمام فجل انا بتكلم الارسالة لكيادتنا الرشيدة اربوك باسم انا مواطن احنا عندنا كفلاح انا ملتمس الموضوع وحاسه وموجود في وسطه كويس قوي ادينا مخالفات للمزارع في الرز تمام علشان المية واستغلاق المية حاضرين طب انت ايه البديل ازرع دورة طب انا هواد الدورة ده فيه تعرف حاجة قلع فكرة عندنا ارض زراعية احنا بدفع فلوس للمستأجر عشان يزرعها للارض يزرع يعني انت بتديله فلوس في الدورة عشان يزرعها لك انت كصاحب ارض بتدفع فلوس دلوقتي المالك الارضي هو اللي بيدفع فلوس للمستأجر علشان يزرع الارض ليه وبتاجل ايه في الاخر انت بتدفع له فلوس بدل ما ارضك تبور ليه ما هو انت بتزرع الدورة مفيش مفيش مكان بياخد منك الدورة مثال يعني هو احنا متكلم كنموذج عصص مصطفى معلش سامحني انا اخدنا الموضوع ده احنا بتقدم وجهة نظر كل حد طب احنا موضوع الرز انت لغيت الموضوع الرز وعشان فيه المخالفات وفيه الدورة الزراعية حاضرين احنا تحت امر الدورة الزراعية بس شوف لي بديل كويس شوف لي بديل شوف لي منتج احنا القطن زمان ليه ما نزرعوش نيه ما نصدروزي على الزمان يعني انا محتاجين وانا كمواطن مش هقدر مش هقدر اوصل زي الامح مثلا في الصوامع موجودة الامح لو الصوامع مش موجودة الفلاح مش هزرع امح فنفس القص عايزين نساهم عليه الدورة عايزين مكان نصدر فيه الدورة عايزين نستغله نستغله عشان الفلاح يبقى زراعه الفلاح عنده بيعاني كتير جدا 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 لدرجة انه هو ما عادش عايز يزرع حضرتك قصد زحمة فاتحي مرشح مجلس النواب سيادة النائب خليني اسأل حضرتك ان شاء الله ان شاء الله النهاردة بتتكلم عن مشكلات متعلقة بجانب الزراع متعلقة بالمدرسين وملف التعليم ملف التعليم ده على فكرة ملف كبير جدا ما لسه بس واستغلش انت الوقت عندي انا نفسي تفتحلي المجال هتكلمك كل المجال احنا هنتكلم اليهردة كمقدمة تمهيدية عن ملف عن اداء حدك ودور حدك في الفترة القادمة ان شاء الله بعد ما ربنا يوفق وتنجح بإذن الله بإذن الله هذه الملفات انت بتتناقش فيها مع كل فئة طبعا طيب انا بقول الحاجة دي وقت انت همزة الوصل بين المسؤولين والمواطن بالزبط كده يعني عشان نقدم برضو هذه الصورة بشكل فيه مرونة احنا مش ضد قياس السياح بالعكس ده ده حب للوطن انا ممكن ننصح ابني حبا لابني تمام فمصر دي امي تمام انا سافرت يا وصد مصطفى وعارف قيمة مصر على فكرة انا مرتاح جدا في المكلمة كنت شغال فيه ووضع في الامارات طبو ظل دولة متقدمة ودولة جميلة وامن وامن بس انا بعشق تراب مصر بعشق انا عايزك تعلي صوتك ايوة تقول بعشق تراب مصر لا وده حقيقة بأمانة والكلام طلع من قبل بعشق تراب مصر نفسي مصر دي تكون اعظم دولة في العالم وهي اعظم دولة وهي دولة الحمد لله وهي اعظم دولة في العالم بس احنا نساعد فمعنى ان انا مش هنقودك ان انا بكرهك انا انا كاب انا فيش نقود هلا حاجة احنا بس نقدم الصورة احنا بنقدم الصورة بس صورة الواقع لان احنا ممكن ما نكونش شايفين المشاكل بتاعتنا انا ممكن انا كشخص ما انا مش ملايك ما انا يكون اكيد عندي مشاكل انا بطبسط قوي هتا في شغلي على فكرة لما كان عندي شركة كنت بابعة شباب يعملوا تقارير عني عن الشركة عن طبيعة العمل عشان اشوف المشاكل ما قررهاش تاني بس احمد يعني احنا طبعا من خلال جولياتك وحركتك بين القورة وبين المحافظة عندك انا طبعا يمكن واضح دلوقتي قدامنا ان احنا فيه طبعا متوجودك مع الناس وحتى امهاتنا في القورة اللي بتمر بيها هي الام طبعا هي ام لنا كلنا وبتمثل قيمة هي مصر بس احمد خليني يعني اسأل حاج سريعا كده هل لقاءتك تبقى يعني مستمرة يوميا ولا بتبقى انا متفرغ تماما للموضوع تماما انا بدأت الحياة الجديدة بتاعتي دي لخدمة الناس لان انا نعمل انت مستقبل عيالي وحق بلدي وحق وطني له حق في صحتي في عقلي في فكري في خبرتي في خبرتي في البلاد اللي انا لفتها في خبرتي في البلاد اللي انا لفتها انا لفت حوالي 7-8 دول ايه المانع ان انا جيب انت عشان تكون ناجح تبدأ حين انتهى الاخرية عاك ممكن تعلق بقى على صور الجميلة اللي حق بتعملها يعني هي موبودة معنا على المشاهد شايفة وانت بتتحرك مع الناس وانت بتتعامل معاهم كده يعني شوف يا فنديم انا هميني حاجة واحدة بس ان كل مواطن هيخشي دين صوته يكون عارفني يكون عارفني شخصيا كويس يكون معاه رقم تليفوني شخصيا وقت ما يعوزني يلاقيني شخصيا هتنزعيكش لو حد يتكلمك في اي موقف اي موقف بالعكس 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 ابدا 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 انت انسان لانه حقه حقه هو يكون ليه جميل هو اللي هيختارني مش انت كصاحب شركة مش بتختار موظفينك يديره الشركة ما هو المواطن هو اللي اختارني كايد ومدل الشعب لا ان شاء الله لو في نصيق ان شاء الله يعني ان شاء الله ما هو اللي هيختارني دب انا هسأل هسأل يوم القيامة عن المنصب ده عملت بي ايه دب انت خدت القريتك فقط او القرى اللي حواليك المجورة ديك ولا خدت لان انا مسؤول عن اول الدائرة او اخر الدائرة من تميل السنبل لوين للشمال الجنوب يعني كل عزبة كل ناجعة انا عارف مشاكل كل عزبة جميل كل قرية مشاكل المدينة وعندي برضو حاجة بتزعن يعني احنا رصفنا الطريق خلصنا الطريق قسر الطريق عشان ندخل غاز اه دي مشكلات بقى نقشة مع دي مشكلة مهمة جدا بص انا وجهت نظري لازم نقلص العقوبات للناس اللي بتهضر المال العام دي لازم نغلص نغلص مش نقلص اه نغلص سوريا معلش لا تفضل اه انه ليه اهدار المال العام ده مهم جدا انا ممكن استغل بعدا مرصف الطريق من الروتين وقسر ودخل مجاري وقسر ودخل صرف وقسر ودخل ميا ما هي مرة اعمل خدماتي كاملة وبعدين مرصف طريق طيب اصدر احمد طبعا انا يعني الحديث محاك طبعا قد ايه ممتع وقد ايه شيق وقد ايه مفيد لي انا شخصيا وطبعا للمشاهد رحمد فتحي شعبان بتقدم بخلص شكر وتقدير طبعا لشخص صحيحك وتلبيت حك لدعوتي فشكرا جزيلا انا شرف لي مشاهدين ان شاء الله بعد الفاصل هنعرف في الفاصل فيديو متعلق بحالة اعاقة ودي هتبقى الحالة الاولى اللي هنقدمها في كل حلقة نقدم حالة من حالة المستحقة للإعانة تابعونا بعض الفاصل ونشوف لو حد عنده الرغم ان هو يقدم دعم او مساعدة لهذه الحالة او اي حالة ان شاء الله تابعونا بعض الفاصل تابعونا بعض الفاصل